موسيقى مجزو الأخبار من قناة تن من القهرة أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها هذا وقد احتشد المصريون أمام البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن احتفاء بزيارة الرئيس السيسي ملوحين بالأعلام المصرية ومرددين الهتفات الترحيمية والدعمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت في القضية الفلسطينية ودعم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجيات الأمريكي مايك بومبيو والذي استهل الرئيس زيارته لواشنطن بلقائه في مقر إقامته في بلير هاوس كما أكد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ومن جانبه أشد بومبيو بجهود الرئيس السيسي في ملف مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة جاء ذلك خلال استقباله لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بمقر إقامته بواشنطن حيث أكد الرئيس أيضا على استمرار دعم مصر لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية مستعرضا الجهود المصرية المركزة مؤخرا لاحتواء الأوضاع في غزة وتحقيق المصالحات الوطنية ومن جانبه أكد كوشنر الأهمية البالغة التي توليها بلاده لتشاور مع مصر في هذا الإطار باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط جددت بعثات كل من الإمارات والسعودية واليمن التزام دولهم بالحل السياسي في اليمن وتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني ودعم مهمة المبعوث الأممي الخاص مارتين جريفث لتنفيذ اتفاق ستوك هولم في خطاب إلى رئيس مجلس الأمن الدولي دعت البعثات الدولية والمنظمة الدولية للضغط على الحوثيين وإيران لوقف عرقلتهما لتنفيذ اتفاق ستوك هولم كما أشار الخطاب إلى إعلام الإمارات والسعودية عن تقديم دعم بمقدار 200 مليون دولار لأجهزة الأمم المتحدة العاملة في اليمن خلال شهر رمضان أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن مطار ترابلس الدولي لا يزال تحت سيطرة قوات الجيش مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن معركة طوفان الكرامة تسير وفق الخطة الموضوعة من القيادة العامة للجيش الوطني هذا وأشار المسماري أن هناك عمليات تهريب للأموال تتم من مطار معيتيقة باتجاه تركيا مؤكدا أن أنقرة تستقبل مصابين جماعات الإرهابية لتقديم الألاج بالإضافة إلى وجود تعاون وثيق بين عدد من القيادات الإرهابية في ليبيا والمخابرات القطرية أدن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة التصعيد العسكري قرب العاصمة الليبية ترابلس داعيا إلى وقف فوري للمعارك وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوكاريك أن جوتيريش يؤكد بأنه لا يوجد حل عسكري لنزاع في ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري في حوار بهدف إيجاد حل سياسي دعا ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل مجموعات المستوطنين ونشطاء وعضاء منظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم بتزامن مع انتخابات الكنيسة على أن يتقدم لاقتحامات أعضاء وحخامات بارزون وحث الاتحاد أنصاره على انتخاب أي من الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى لصالح اليهود وبناء الهيكل المزعوم في ساحات الحرم وافق مجلس الأموم بالبرلمان البريطالي بشكل نهائي على مشروع قانون يلزم حكومة البلاد بطلب تأجيل بريجست لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وأوضح رئيس حزب العمال إيفيت كوبر وهو صاحب مشروع القانون أن مجلسي البرلمان أكد على قناعتهما بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤثر سلبا على فرص العمل والصناعة والأمن القومي وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا رئيسة الوزراء تريزامي حتى الثاني والعشرين من مايو المقبل للانسحاب إذا وفق المشارعون في بلادها على اتفاق الخروج وحتى الثاني عشر من أبريل إذا رفضوا نهاية المجزرة ترجمة نانسي قنقر